كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر أتمت بنجاح عملية المراجعة في عام 2020 وحرصت في السنوات التالية على التنفيذ الجاد للتوصيات المرتبطة بها استمرارا لجهود الدولة من أجل تعزيز مبادئ الحكام الرشدة وبالرغم من التحديات التي تعرض لها الاقتصاد الدولي خلال الفترة الأخيرة زلت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إلا أنها كغيرها من الدول تأثرت بتباطؤ حركة الاقتصاد والتجارة الدولية نتيجة للحرب الروسية الأوكرونية وصدمات العرض المرتبطة بذلك والضغوط التضخمية العالمية